السلام عليكم يا شباب اول حاجة مبروك 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 انك طلعت من الامتحان اهو خلاص بعد يعني عيني ما طلع عينك وانا كنت اشوفكم في البيجنز اصلا والناس اللي كان دخل الامتحان كي هتعامل ازاي انت الفترة قبل الامتحان دي بتبقى صعبة جدا فاحساس رهيب وانت طالع كده من باب اللجنة والحمد لله خلصت الامتحان حمد لله خلصت القرف بتاع الامتحان تعال بقى نتكلم في المرحلة المهمة ايه الحاجة اللي عملها بعد الامتحان وغلطة اوعى تعملها بعد ما تخلص الامتحان اكبر كارسة اغلب الطالبة بيعملوها الاول اللي تعمله بعد الامتحان اخرج يعني اخرج مع صحابك اعمل اي اكتيفتي انت شايف ان دي بتساعدك انك انت يعني تنفس عن نفسك من الاخر فاهمين الفكرة اللي بيحب يخرج عزوم يخرج مع صحابه مثلا يروحوا مطعم اخرج يا باشا اه لو انا مش بتاع خروجات مفيش اي مشكلة ان انا مسلا اقعد العب بلاي ستيشن او كده يعني اعمل الحاجة اللي بالنسبة لك دي اللي بتطلع فيها يعني الانرجي بتاعتك وانك انت والراحة بتاعتك بعد ما تكون خلصت ده بالنسبة لاللي تعمله تعال بقى نقول ايه اللي المفروض ما تعملوش ايه الحاجة اللي اوعى تحت اي ظرف تعملها اكبر كارسة الناس بتعملها انه يستنى نتيجة الامتحان قبل ما ياخد قراره انه يرجع يذاكر دي كارسة يا جامعة عارف يعني انك تستنى من تلات اسابيع لشهر عشان تبدأ تذاكر تاني نفترض انك انت اه بعد الشهر ربنا طبعا يوفقك وتجيب السكور اللي انت عايزه لكن نفترض ان انت اه النهاردة ما جبتش السكور اللي انت عايزه احنا النهاردة اه واحد ديسمبر وانت قعدت مستني من تلات اسابيع لشهر على ما نتيجة تطلع اللي هو ممكن نقول مثلا اول يناير ولقيت السكور ما عجبكش هتقوم جاية تقول الله اما خش محاولة في اخر يناير تلاقي نفسك انه وقت بتاعك عشرين يوم ولا واحد وعشرين يوم وقت قليل جدا يخليك ما تجيبش السكور اللي انت عايزه فتضطر تأجل لحد مارش فاكبر غلطة الناس بتعملها انه يستنى لحد ما نتيجة تبان قبل ما ياخد قرار انه يكمل المذاكرة وهنا بقى النصيحة اللي انا عايز اعرضك عليها اوعى تعمل كده لما تخلص الامتحان اجازتك من تلات ايام لاسبوع بالكتير قوي اوعى تزود عن اسبوع اجازة يعني احنا النهاردة يوم الجمعة اوعى تزود عن الجمعة الجاي كاجازة بعدها تقوم واخد نفسك تبدأ تذاكر تاني طب افريد يا مستر انا عادت اذاكر اسبوعين وبعدها النتيجة طالت اللي انا عايزها يا باش المذاكرة كتير عمرها ما تضر يعني الحمد الله في المصدي اللي هيدورك العكس انك انت مسلا ما تكونش زاكرت اسبوعين وطالت النتيجة مش اللي انت عايزه فتضطر تبدأ تذاكر من الاول فاهمين الفكرة فنصيحتي نصيحتي جدا اوعى تزود اجازتك عن اسبوع تمام وبعدها كمل ابدأ ارجع تاني زاكر وحل امتحانات وكده لحد ما نتيجة تطلع بعدين خد هل هتخش ترايل تانية ولا مش هتخش اصلا انبسطوا يا شاب بالاجازة السلام عليكم